سلام لبنات ومرحبا بكم في قناة ام تامي ان شاء الله تكونوا ملاح وبخير وعلى خير انا الحمد لله في نعمة اليوم ان شاء الله جيتكم بروتين مختلف روتين متنوع اول حاجة رح نهضر لكم على همسة فيما يخص التغيير ولا العادة الايجابية باش تعيشوا حيات سعيدة حيات مهنية ثم والازواج تاكم ثم والعائلة تاكم تاني حاجة جبت لكم وصفة خفيفة ضريفة عنهر تكونوا مزروبين ولا نهار تكونوا خارجين تديروها تجيب زف بنينة وسهلة نتمنى يعجبكم الروتين متنسونيش بالليجام والباختاج مع حباباتكم ويلا كنتي تشوفي فيها ومازال مشتركتيش في القناة اشتركي ليصيلك كل جديد وفعلي الجارس اول حاجة قدرتها هنا صباحة تاعي بعدما استقهويت وقعت تراسي بيان بهديك القهوة حلي بالله الله نروح للا شامبر تاعي نهويها ننفض ليدغاي كنت يعني كنت حبة نخدم الشغل بطبع وشين نخرجهم للشميسة لا بوسياغ اكو على بلكم اليوم هندير شغل خفيف في ضريف هكا تعتمتم ماشي حاجة بس كراني خارجة رحندير تغيير فيروحي دوك تشوفوا معايا في الفيديو اول حاجة فيما يخص الهمسة اليوم هي لازم تحبي روحك وتتهلي فيها ماشي غير لراجلك ولا غير لعجوستك ولا بش تشوفني فلانا شابة ولا بش تشوفني فلانا بلي راني متهلية في روحي كيمزا فنسة اللي تقولك مع الدراري والتربية ما رانيش نروح لحفافة ما رانيش نخرج يعني هملت روحي لابوتاعي ولا تشهبة ما رانيش نشري الحوايج ما رانيش نتبع لها موت كيما بكري هادي سي نغمال يعني كل وحدة تتزوج وتبرون شي في دارها وكل وحدة يكدب عليك تحب دارها وتحب راجلها راح تلقى شوية صعوبة بين الدار والتربية وروحها بين ما تخرج تشري الحوايج بين ما تتبع لها موت هادي هي هادي كامل يعني تصرى لنا بالصح الوحدة تسييه لماكسيموم تتهلاف روحها كيما تدير لراجلها وتدير لدارها ولوليداتها لازم تخصص وقت لها وتبروفيتي يعني تتهلاف روحها الى كتب ربي راح تلحفافة الى خرجت تحوي صلى الله خرجت الى مكتبش ربي معلش كاين اللي ديروا تغييرات غير في الدار ماشي لازم الحفافة باش تديري تغيير في روحك ماشي لازم تروحي يعني اللي سانو باش تديري الابو تاعك دوكا غير في الدار تقدري تديري ماسك تقدري تديري الابو تديري الابو تديري في الدار الوحدة بابسط الاشياء تخلق السعادة والتغيير في دارها صدقوني ماشي لازم لازم للكم دراهم كبار ولا لازم للكم حاجة لسالون حاجة مكلفة بل بزاف باش تخلقي التغيير في دارك تقدري تخرجي تشري غير جبيبة الله الله تعمية الاف مية وعشرين الاف بليغ الله الله تديري تغيير في دارك وتوليك البوبية واول حاجة يعني اهم حاجة هي التغيير ماشي غير في الجسم التغيير يكون في القلب يكون في الاحساس لازم تحبيكي ما تحبي لروحك تحبي لغيرك إلا كنتي كاسولة كان عندك تفنيين يعني انعلي الشيطان وسي تخلصي منه إلا كنتي تهضري كلام فارغ يعني ما عنده حتى فايدة الناس ما تقيمكش تقول هدية ما عندهاش كلام يعني موفيد وكامل حاولي تغييري منه كاين دوكالي دوكتور في سورة انترنت كاين في اليوتيوب تقدري تبعي قنوات الطاقة الايجابية قنوات التغيير تعال عادة الايجابية كيفاش تتخلصي من عادة السلبية ستقوني كاين قنوات اللي انا نتبعهم وخرجوا علي ما شاء الله ان شاء الله تكونوا يعني اديتوا معلومات صغار هكايا فيما يخص التغيير بسك هاد الحايات رانا فيها ضياف نلازم نبروفيتي وقدما نقدرو يعني من الحاجات الايجابية اللي تغير ناحيتنا نحو الافضل هادي هي البناتة انا هنا كيما اشترحت للحفافة در التغيير باسيت وحبيت نفيتكم بهاد الهمسة بسك هادك التغيير فغيمون زاد فيها يعني النص وحبيت نلحق لكم هادك الاحساس اللي حسيتوا فيما يخص التغيير بالنسبة الفطوري درت يعني امبلا كيما نقولوا جواز مرقة بيضة بالصح هو في الفوغ ستقوني يجيب بزا فبنين وسهل تحضره في وقت قياسي سختون هار تكون عندكم خرجة ولا تكونوا مزروبين مع الشغل ولا تقدرو تحضره درت كمية من الخضره كانت عندي الجلبانة الباطاطا زرودية حبت على البصل ميكسيتها ولا سكرفشتها ونص حبيبة يعني نص حبا سكرفشتها والنص الاخر قطعتوه شرائح حكا بش تمدلي بنا هيله قطعتها الدجاج كانوا مخصولين له الله بالخل وبالنسبة اللي زي بيس ندير لها الزيت ملح فلفل لك حلو القرفة هذا ما كانتو ما تقدرو تديروها مرقة حمارات ديرو لها فلفل عكري حمر فلفل عكري حلو فلفل عكري الحار اللي حبي يدير الحار ستقوني هاد اللي بلاتاع الفوغ شوفوا تمتم توجدوهم ويجوا بزاف بزاف بنا هادي هي انا دوزنتو كما شتوه نخلطوه ملح وبينسوه كنتمشى على الفورن تاعي على 180 دراجة نغطيه بالبابي كويسون نزيدلو بابياليومينيوم انا هنا ما كانش عندي لبابي كويسون الى كان عندكم ديرو هكا باش تتحصلوا يعني على ام بلا يكون صحي مية بالمية وندخلوه طيب في الفورن حوالي 20 دقيقة حتى الخمسة وعشرين دقيقة شوفوا هديك النتيجة اللي مدها لي وش نقول لكم يجي بزاف بنا نشاهدكم في الجنة ان شاء الله وان شاء الله هرب يدوم النعمة عليها وعلى جميع المؤمنين في الاخر كامل نزيدلو شوية على المعدنوس قدروا تزيدو بصى المقطع عرقيق يجي بزاف بزاف بنين ستقوني جربوا هاد الوصفة وما راحش تندمو ام بلوس دوكا سخانا هادا ما يليقنا وصفة صيفية وبزاف بنينة وخفيفة وحنا يا البنات جيتنا هدر لكم على هذا البخودوي هادا ولا البوازان تعالنمل اللي مفادني ما دار لي حتى حاجة على بل بلي كاين بزاف الناس اللي راهي تعاني من نمل سخطولي يسكنوا هكا في الفيلة في الارد يكونوا قرب بزاف على الارد راح يجيهم من نمل وما يخلي حتى بلاصة مالغر يكون نمل يعني يعني ينقيه ماشي كي مالغرلو ولا كي مالدبان ولا ما دابينا ما يكونش عندنا في الدار هذا كان شرح الزوجتاعي غبرة هاي لكي يجي بلو وش نقول لكم ما فيها حتى نفع كيدرناه في البالكان بس كان يدخلي شوية نمل في البالكان درناه في كامل الكوتي المهم ما لازمش تديروه وين يقيسوه الدراري ولا وين يمسوه سيجامي ياكلوه بعيد الشار ولا مام يقيسوه بيدهم لازم يغسلو يديهم ملح ملح ما لازمش كامل تقعد هديك البودغ البلو في يديهم درتوه في البالكان كامل ساير داير شوفو يومين اللولين ما كانت حتى نمله من بعد هاداك النمل ولا يجوز على الهرولو ولا يجوز فوق هاد البوازن ويعود يدخل للبالكان اسم ما ما فيه حتى فايدة ما ننصحكمش كامل تشروه الى شفتوه ولا تلاقيتو به بسك فريمان ما فيه حتى نفع وانتو ما قولولي في كومنتار الى اي وحده عندها كاشتدبيره تعالنمل ولا اي عفسه درتوها في ديوركم ونفعتكم قولوها هنا في كومنتار بسك على بالي كايم بزاف ليراهم مدى بيهم هكا وحده تمدلهم الحلول تعطي لهم تدبيره للنمل باش هكا نستفادو كامل هادي هي المهم انا حبيت نوريه لكم باش نقول لكم باللي ما فيه حتى فايدة ما ينفع موالو هاي لك الباطه تعو كيفاش جاية مكتوب فيه ضد النمل بصح هو ماشي كامل ضد النمل هادي هي البنات ان شاء الله نكون نفدتكم بهدي يوم انتو متان يقولولي في كومنتار تدابير باش نقضيه على النمل في ديورنا وهنا يا البنات لحقنا لنهاية الروتين تمنى يكون نعجبكم ويكونون نكون نفدتكم بهديك الهمثال اللي اعطيتها لكم مبقى لي غنقوا لكم تحلو فيروحتيكم تلاقوا فيروتين جديد ان شاء الله سلام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة